بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشتراك المشترين اليوم نبدأ شابتر 3 نشوف اللتشر 1 في هذا اللتشر نشوف اللي هو الفور لوب الفور لوب هي طبعا اللوب اللي هي الحلقات الحلقة هذه الحلقة الفور تبدأ بفور وتنتهي بأند داخلها بعض العمليات اللي حتنفذ عدد من المرات محدد معروف ممكن نكون statement أو أكثر معروف مسبقا نعرفه هنا عدده معروف هنا في الفاليو هنا بstart بداية وليه نهاية وليه increment زي ما شفنا في الليكتشار الماضي في الشابتر الماضي عن طريق الكلون أبريتون مثال الاي قيمتها 2 نقول لك انشالايز يعني ابدأ الاي بي 2 بعدين بعض القيم زي الاكس مثلا حتى تبدأ تتغير الاي اكوال الاكس اكوال over 2 إذن هل ممكن نحسب هذه هنا إذن قيمتها واحد لأنها واحد على اثنين على اثنين وبعدين يقول لك عيد خمس مرات ايش لاحظ هنا نحن نستخدم الفور لأنه عدد المرات معروف سبقا الاي من واحدة لخمسة خلاص بنسبة لنا خمس مرات ايش اللي نعيد خمس مرات يقول لك بدل الاكس بالاكس زايد اي على اثنين ويقوله الاكس اكوال اكس على اي اثنين لكن انا هنا لازم اعيد هذه الشغلة خمس مرات وما قال لعملها مرة واحدة هذه العملية عملها خمس مرات إذن أولا نحبدها باي اي اكوال واحد الاي اكوال واحد الاكس تساوي اكس زايد اي على اثنين ش Roux ما هي قيمة الأكس الواحد اللي هي يقول الجنة اثنين علي اثنين وبعدها اخذ الاي اكوال الاثنين قدا قيمت الاكس اللي هي هنا اكس مش واحد لا انا امني و شوي بنفس الطريقة هى الث لابين جابه اللي هي الاكس من اوين جابها جابها من الاكس الى قبلها فانت ج crist هذا يحصلغل تتغير حتى نوصل لـ I equal 5 صارت الـ X تساوي كم؟ 5 زايد 1 تساوي 6 وبعدين المفروض I تساوي 6 لكن هل نقدر نأخذ الـ 6 هنا؟ لا لأنه أصلا قايل من 1 إلى 5 ما فيش 6 وبالتالي حيعمل إيش؟ حيقولي خلاص أنا كملت البرنامج ويعمل اللي هو Stop هنا اللي هي End هنا ويطلع برا الحلقة شوف مثال آخر يقول لك إن أكتب برنامج أي شي يسوي هذا البرنامج يوجد The Following Sum اللي هو نحن سميناها S يعطيني المجموع هذا باستخدام For Loop أولا هذا الـ Counter سنبدأه بالصفر سنقول S نبدأها من الصفر وبعدين نضيف عليها العنصر هذا ومن بعد العنصر هذا ومن بعد العنصر هذا حتى نوصل لآخر شيء إذن لاحظ هنا سنبدأ الـ N من نعرف N اللي هي تساوي من 1 إلى 1 1 إلى 1 الخطوة ما بين كل عنصر وعنصر كم؟ 2 2 دائماً 2 والعلاقة ما بين العدد اللي فوق لاحظ هنا مش عندي سبعة هنا سبعة زايد كم؟ سبعة زايد 2 إذن لو قلت هذه N معناها هنا كم؟ N زايد 2 إذن نعرف فاريب الجديد يسميه X يكون يساوي N على N زايد 2 اللي هو حنجيبه كل عنصر من هذه العناصر مع تغيير الـ N من 1 إلى 1 هنجيب الـ S هنا تساوي علشان نجمع العناصر نحن خلاص أوجدنا العناصر هلا هنجمعها فيما بعض هنجمعها إذن الـ S تساوي الـ S زايد X من الـ X اللي حسبناها من شوية اللي فيها كل عنصر من هذه العناصر أول شي بدنا الـ S تساوي الصفر لما الـ N تساوي الـ 1 اللي هي أول وحدة هتصير الـ S تساوي هذه الـ S تساوي كم؟ صفر زايد X الـ X قيمتها كم؟ 1 على 3 عوض هنا 1 على 1 زايد 2 1 على 3 من بعد يرجع هنا لأن الحلقة باقي ما وصلت للـ 1001 نحن عندها بعدين N تساوي ثلاثة أي شي اللي يصير؟ يصير لاحظ يقول لي الـ S زايد X الـ S هذه قيمتها إيش؟ هي آخر قيمة مش الصفر دائماً لا هي آخر قيمة حسبناها اللي هي هذه زايد كم؟ زايد 3 على 5 اللي هي ثلاثة على ثلاثة زايد 2 وتواصل بنفس الطريقة حتى توصل لآخر واحدة عنده هنا اللي هي هذه ومن بعد تقول له خلاص أنت لأنه من بعد ما فيه أنت نحن وصلنا للـ 1001 ما فيه بعدها نطلع برا حلقة وخلص برنامج تابعنا تشوف الكلام هذا على المتلاب موجود عندك هنا نروح ننفذ هذا البرنامج بس يعطينا أنه النتجة هي أربعمية وأربعة وتسعين إذن وجدنا هذا المجموع ممكن نعمله بطريقة أخرى نعم ممكن تقول لي لا أنا ما أدي الأن اللي هنا لا أدي من ثلاثة إلى ألف وثلاثة نقول لك أوكي والخطوة طبعاً اثنين دائماً بين كل عنصر وعنصر اللي بعده السي كوال زيرو لكن لاحظة هنا الأكس عندك اختلفت هنا في الأنصر اللي تحت هنا هذه الأن ما علاقة هذا به الأن ناقص 2 هذه سبعة هذه سبعة ناقص 2 خمسة هذه خمسة ناقص 2 الأس تساوي أس زايد أكس بالتالي يعطيك نفس النتيجة نشوف كيف هذا هو نفس البرنامج اللي كتبناها من شوية النفذ البرنامج هذا يعطيني 494 إذن نفس النتيجة إذن هذه الأس ممكن نجدها بطريقتين باستخدام بس الفر لوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته